أجور الفنانين في مسلسلات رمضان يتقاد كل من كريم عبد العزيز وإحمد السقة وإحمد مكي ومحمد رمضان وتامر حسني ومصطفى شعبان أجور تتجاوز لـ 25 مليون جنيه الفئة الثانية من أجور الفنانين بتضم عدد من نجوم برضو زي أسر يسين ومحمد فراغ وعمر يوسف وأكرم حسني وأحمد فاهمي ودول بتتراوح أجورهم ما يصل لـ 10 مليون جنيه أما الفئة الثالثة من أجور الفنانين والفنانات فهم عدد من الفنانات بأجور تصل لـ 5 مليون جنيه زي مونة زكي وياسمين عبد العزيز ويسرة وهند صبري ومنا شلبي ونيل كريم ودنيا سمير غانم أما بقى أجور المخرجين والمؤلفين في مسلسلات رمضان فبياخد المخرج أو المؤلف أو الكاتب نسبة من قمة المسلسل وكل ما كان مخرج كبير ومشهور كل ما نسبته تبقى أعلى زي مثلا كاملة أبو ذكري ومحمد سامي وبيتر ميمي ومحمد ياسين بأجور تتروح من 6 مليون لـ 8 مليون جنيه وبتضم برضو الفئة الثانية من المخرجين والمؤلفين زي حسين المنياوي واحمد سلامة واحمد مدحة وعمرة عرفة بأجور تتروح من 3 مليون لـ 5 مليون جنيه